اشتركوا في القناة وفيديو مبارح اللي لسه كان نازل على قناتها على اليوتيوب هنعرف ان عرضه اهم التوقعات ياريت تتابعونا للاخر وما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكوا كل فيديوهاتنا اول باول ليل عبداللطيف بتتوقع انها هيتأكد الجميع ان دور الشيخ سعد الحريري السياسي في لبنان لم ولن ينتهي وخصوصا خلال المراحل القادمة بعض المناطق اللبنانية بتعيش تحت رحمة اجواء الفتنة والقلق مما يؤدي الى رؤية مشاهد من المظاهر المسلحة وحدوث بعض الاشتباكات اللي قد تصل لبعض المناطق والشوارع اللبنانية خلال المرحلة القادمة وسنرى ان الجيش سيكون لهم بالمرصاد وجوه سياسية معروفة تختفي وتغيب عن الوجهة السياسية بشكل مفاجئ وكبير زمن الاغتيالات بيعود من جديد خلال السنتين القادمتين وسنرى تعرض احد الشخصيات السياسية الرئيسية لحادث عن طريق سيارة مفخخة وايضا سيكون هناك اغتيالات لشخصيات غير سياسية اجواء الحزن بتغطي مساحات وسعب في لبنان بسبب وفاة ورحيل رئيس في لبنان خلال السنتين القادمتين سوف تسجل الاحداث القادمة على الساحة اللبنانية دخول طيران مأجور بيخترق الاجواء اللبنانية ويحلق في سماء لبنان بشكل لافت ومقلق لفترة زمنية قصيرة والمفاجأة سوف تتفاعل عند معرفة هوية هذا الطيران المجهول شخصيات لبنانية سياسية وبارزة سنراها تخضع للمحاكمات وبعض هذه الشخصيات سوف نراها خلف القطبان سوف تتعرض منطقة الأزاعي ومنطقة أخرى لبعض الأحداث المؤسفة تتعرض مناطق أخرى أيضا لبعض الأحداث المؤثرة الطريق الساحلي سيكون مغلق في الاتجاهين ومنطقة خلدة بقلب الحدث من جديد وسنرى الجيش على طريقه بالمرصاد تنتشر مشاهد الفوضى بشوارع بيروت وسوف يتطور الأمر إلى حدوث بالبلع وغضب وأعمال شغب ونرى الجيش اللبناني بيتدخل وبيتصدى بحزم هذه المرة وسيكون بالمرصاد لمنع تطور الأحداث والأوضاع للأسوأ سوف نشهد ارتفاع جنوني لسعر الدولار من جديد وحيسجل أسعار خيالية وسوف تتدهور الأمور داخل البورصة أحد الممثلين أو الممثلات سيواجه فضيحة جنسية من خلال تسريب مقطع إباحي وسوف نرى ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي للأسف بالصوت والصورة وهنا ستكون الصدمة أو المفاجأة لبنانية سنشهد حدث أمني بارز وكبير أرى بيقلب المعادلة الحالية في لبنان وبشكل صدمة عارمة وهنا المفاجأة سيشهد لبنان ولادة صفقة سياسية خارجية وداخلية تؤدي لرئيس جديد للبنان بيشغل الفراغ اللي كنا فيه وده ممكن يحصل خلال الأشهر القادمة الحزن والحداد يحلان مناطق كسروان والمتن وده بسبب حدوث حدث مفاجئ ومؤسف ينتشر مرض خطير في مدينة صيدة وأرى يتحول إلى وباء ويساعد أيضا على انتشار بوادر فتنة الأسبوع الماضي أرى يعود ويتكرر في منطقة لبنانية أخرى وبأسلوب مختلف والهدف منه هو زراعة الفتنة والانقسام الاحتفالات والابتهاج سنراها تعم عدة مناطق لبنانية وعدد كبير من الشوارع وده بسبب حدوث حدث بارس ومهم خلال الأشهر الصيف القادمة ساعدة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان السفير وليد البخاري أرى يحقق على الصعيد الدبلوماسي حدث مهم وكبير وحنرى وسائل الإعلام تواكب هذا الإنجاز مع جمهور لبناني واسع بيؤيد خطوات السفير البخاري بشكل عام واسع يحصل على كثير من المباركات من سياسة القيادة السعودية بشكل خاص على أبواب التقدير والتكريم بسبب هذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير مشاهد إطلاق النار والصواريخ ما بين لبنان والعدو الإسرائيلي سنراها تتكرر من جديد والمشهد الجديد يدعو إلى الكثير من القلق والترقب والحذر سيتم تسريب صور فاضحة لأحد الأجوه السياسية وهو يحمل رزمة من الأوراق المالية ويرميها على أحد السيدات وحتكون كبيرة والمفاجأة هتكون أكبر الحزن بيفاجئ أحد السياسيين في لبنان بسبب فقدان أحد أفراد عائلة المقربين جدا سيعود العمل بدوام كامل إلى كافة الدوائر والإدارات الرسمية في لبنان وحيعود جميع الموظفين لممارسة وظائفهم وعملهم خاصة في مصلحة تسجيل السيارات النافعة وذلك خلال الأشهر القادمة عودة السياح إلى لبنان وبأعداد كبيرة وسيكون أغلبهم من المملكة العربية السعودية كمان شايف حدوث زيارات متبادلة بين لبنان والسعودية وتشهد المراحل المقبلة زيارات رئاسية وملكية متبادلة أراها تحصل ما بين السعودية وإيران وتكون المفاجآت كبيرة من خلال هذه الزيارات التاريخية سنكون أمام ولادة حلف وجيش دفاع عربي مشترك مهمته حماية البلد والأراضي والشعوب العربية من كل خطر أو تهديد داخلي أو خارجي وستكون السعودية هي الرعي والقوة الأبرز لهذا الحلف تساندها عدد من الدول العربية كالعراق وسلطنة عمان وغيرها من الدول العربية ولا أستبعد أن نكون أمام حلف نيتو عربي في المرحلة المقبلة وسيكون لهذا الحلف مهمات كبيرة في المستقبل وعلى أكتر من أرض عربية سنرى الأمن السعودي يحقق أنجاز جديد وبارس في عمليات القضاء على تهريب المخدرات إلى داخل المملكة وسوف تنشط خطة أمنية واسعة سوف ينفذها الجيش السعودي على طول الحدود السعودية وينجح في ضبط التهريب إلى الداخل ومن الخارج وسيقضي على قسم كبير من هذه الظاهرة الخطيرة وهنا سنرى أن الشعب السعودي سيكون فخور بالقوات الأمنية اللي حتساهم في حماية البلاد والعباد والشباب من هذه السموم القتلة ونحن على أبواب موسم الحج والعمرة والعيد المبارك سوف نعم كل حجاج بيت الله الحرام هذه العام هذه السنة بموسم حج آمن وسالم ومبارك بإذن الله تعالى في ظل هذا التنظيم والأمان لمواسم الحج وسوف يتحقق بفضل الله وبفضل القيادة السعودية القوية والبارزة ورجال الأمن السعودي الأوفياء في خدمة المملكة وتحت رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز رأس القيادة الشابة اللي بيقودها اللي بيقودها وليل عهد الأمير محمد بن سلمان وحتب المملكة العربية السعودية أرض الرسالة والأمان والسلام كمان حتشكل المملكة العربية السعودية خلال المراحل القادمة قوة صناعية عالمية وتتربى على قمة الصناعات المتطورة في العالم وتصبح رائدا ومميزا يلمع في عالم الاقتصاد الصناعي القادم ومن هذا المنطلق أرى اسمه شخصية سمو الأمير محمد بن سلمان سيكون هو أمل وأمنية الشعوب العربية بشكل عام والشعب السعودي بشكل خاص والقيادة السعودية الحكيمة كمان شايف وليل عهد الأمير محمد بن سلمان ومن معه يحملون الكثير من الأمل والأمنيات والأحلام من أجل بناء دولة قوية ومميزة يريدونها رمزا للدول المتقدمة في الأمن والأمان والعدل والمساواة والسلام وأخيرا شايف ربيع العربي اللي عانت من أشواك وأكتر من دولة عربية سوف تتكسر أشواك قريبا بإذن الله تحت قوة الوزن السعودي وتحت الثقة للعربي والإقليمي والدولي اللي بتمثله السعودية اليوم وفي ظل هذه الفترة الصعبة وفي ظل هذه القيادة السعودية بالذات وسوف يتأكد العالم من خلال أحداث وتطورات قادمة ويعرف كم نحن بأمثل حاجة إلى أفضل العلاقات مع السعودية وإلى حكمة وجرئة مواقف قيادتها القوية أمام الأزمات دي كانت حلقتنا النهاردة الأولى من أهم توقعات ليلة عبداللطيف استنونا بكرة وباقي توقعاتها إن شاء الله بشكركوا جدا على حسن المتابعة ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم ويدمتم بحفظ الله ورعايتكم شكرا